السلام عليكم. ازايكم يا بشواندسين? اخباركم ايه? يارب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة. ان شاء الله سوف نستكمل سويا ما توقفنا عنده في المحاضرات والفيديوهات السابقة. كنا في الفيديوهات السابقة كنا بنتكلم او بدأنا سلسلة موضوع اللي هو موضوع عشان بعد كده نتكلم على كنا بنتكلم عندنا على ليه احنا اصلا متجمع مياه الصرف الصحي وانا عندنا المكونات عندنا بتاعة مياه الصرف الصحي وكنا اتكلمنا على المصادر المختلفة مياه الصرف الصحي وانا عندنا فيه مياه صرف صحي منزلي وانا فيه عندنا المياه اللي بتيجي من المياه المطر وانا عندنا اللي هي المخلفات الصناعية السائلة وعندنا برضو كلا جانب موضوع المياه اللي بتيجي نتيجة اللي هي مياه الرشع. فيها يقولنا عندنا المال اللي بتيجي من نتيجة غسيل الشوارع والارصفة. آآ في الفيديو ده آآ هنتكلم بقى مع بعض اهو هنتعلم مع بعض بقى ازاي نقدر نحسب الكيو اللي جاية من كل مصدر من المصادر المختلفة لمياه الصرف الصح. آآ كما طبعا ما تعلمنا في المحاضرات السابقة اللي هي موضوع الووتر كونسومشن كنا بنتكلم عندنا بعتمد عندنا على الكل المعدلات للسهلاك المختلفة بتعتمد طبعا على متواصل السهلاك لكل فرض في اليوم. عشان بعد كده ميجي نصمم عندنا خطوط شبكة مياه الصرف الصحي المنزلي. طبعا هنتعرض عندنا لمجموعة من التصرفات. آآ اول حاجة معنا حاجة اسمها التصرف المتوسط او الـ average flu او الـ Q average. الـ Q average ده بنحسيبها احنا بالنسبة لنا لو عندنا مثلا مدينة اول حاجة بالنسبة لنا بنحسب تعداد السكاني بتاع المدينة زي ما احنا قلنا عندنا في الطرق المختلفة اللي هي الـ arithmetic method و geometrical method وعندنا برضو جتورية gross read. ده التلات طرق اللي احنا كنا بركز عليهم في المحاضرات السابقة هنتعلم زي ما تعلمنا هنحسب بعد كده على السكان. خلاص اريد انا حسب تعداد السكان. وانا اريد اعرف الـ water consumption بتاع المنطقة بتاعتي او المدينة بتاعتي. اه خلاص يبقى انا بالنسبة لي عن طريق الاتنين دول قدرت احسب بالنسبة لي الـ Q average. بعد كده بقدر بالكلام ده في معامل تخفيض. المعامل ده بيكون من point eight الى point nine. بنعمل بنضربه بنعمل لعملية تخفيض لي. علشان عندنا بيحصل عندنا لصص. اللصص دي بتكون خلال الشبكة. فبالتالي بنقلل عندنا الكلام ده. فنضربه عندنا في تمانية من تمانية من عشرة لتسعة من عشرة. يبقى الـ Q average بتاعت بتاعتنا بتساوي تمانية من تمانية من عشرة لتسعة من عشرة من الـ Q average. في عندنا حاجة اسمها الـ dry weather flu. اللي هو نسميه عندنا اللي هو التصرف الجاف. والتصرف ده بيكون نتج عندي من الاستهلاكات المختلفة. طبعا مجدون ما وضيف له بالنسبة لنا مياه الامطار. طيب هنقسمه عندنا اللي هو الـ dry weather flu. اللي احنا بنرمزه بالرمز DWF. هنقسمه عندنا اللي حاجتيين. اول حاجة dry weather flu. ده هو عبارة عن التصرف اللي بيحصل الان دي اثناء الليل او خلال فصل الشتاء. بنحسبه عندنا من العلاقة اللي ده محضراتكم ديان. الـ Q minimum dry weather flu. بتبع عبارة عن 0.2 بأس سوتس. كل ده مضروب في الـ Q average. حيث الـ Q minimum dry weather flu. ده ادنى تصرف جاف. وبيكون طبعا بواحدة لتر بير ساكنت. و الـ BdM بتكون عدد سكان. وحاسبها باشواندسين بالالف. زي ما تشوف بعد كده في بعض الصرف على الكلام ده. وفي عندنا الـ Q average اللي هي بالنسبة لنا التصرف المتواصل بتوضايق وبيكون عندي لتر بير ساكن. ده بالنسبة لأدنى تصرف جاف او الـ minimum dry weather flu. في عندنا بقى الـ maximum dry weather flu. ده عندنا بيطلق عندي على التصرف اللي بيكون عندي في ساعة الظروة بيهدس عندي طبعا اقصى حاجة بيكون في شهور الصيف زي ما احنا قدنا في المحاضرات السابقة. بنقدر نحسب عندنا عندنا الـ Q minimum dry weather flu. او الكلام ده بنحسبه ازاي او الـ Q maximum. بنشوف عندنا الكلام ده بنحسبه ازاي عندنا. واحد زائد اربعة عشر. الكلام ده على اربعة زائد جزر بي. الكلام ده كله مدروم في الـ Q average. او في قلمتاني بنحسب الكلام ده نجو اخطط اقصى بالنسبة لنا. الكلام ده بيساوي بردوك خمسة على الـ Qs.267 الكلام ده مدروم في الـ Q average. بحسب الـ Q وباخد عندي القيمة الاكبر وهي دي بتبقى بالنسبة لنا الـ Q maximum dry weather flu. زي ما هنشوف بعد كده في الـ. او في عندنا بقى موضوع اللي هو الـ. الـ. ده بالنسبة لنا بيكون عبارة عن التصرف والناتج طبعا من السهلاجات المنزلية. وللسهلاكات الاخرى بينضف له كمان مين بياه المطر. في عندنا حكتين برضوك نفس الكلام. في عندنا الـ minimum weight weather flu. ده ادنى تصرف بيكون ممتر. وده بنعينه عندنا اللي احنا بنجمع عندنا ادنى تصرف جاف بيكون احصل عندي في اليوم خلال فصل الشطح بالاضافة لامين الى مية المطر. وفي عندنا الـ maximum weight weather flu. اللي هو اكثر تصرف ممتر. ده بنعينه عندنا اللي احنا بنجمع عندنا ارضه اكثر تصرف جاف يوم خلال اشهر الشطح بالاضافة برضوك الامين الى مية المطر. ده بالنسبة لي اللي هو الـ weight weather flu. ده الـ maximum weight weather flu. ده بنحسابها ازاي باشواندسين. ده بنحسابها ازاي ما قدام حضارتكم كده من العلاج. اه بعد كده عندنا في اللي هو الحاجات بقى اللي بتيجي من المخلفات الصناعية السائلة. في حالة طبعا وجود انشطة صناعية في المنطقة طبعا لازم ناخد معانا في الاعتبار. اللي هو بناخدها من نسبة لنا كنسبة لنا. بتكون عندنا بصراح عندنا من اربعين لتمانين كيوبت متر هكتار بر دي. طبعا لو انا محددش بقى كده نوع المصنع ده بيجيب بنسبالي فباخدها بنسبالي كرشو. بيكون عندنا من معدل بنسبالي بيكون عندي من اربعين لتمانين متر مكعب لكل هكتار في اليوم. زي ما احنا عارفين الواحد هكتار عبارة عن عشر تلاف متر مربع. دي طبعا آآ واحدة مساح. ده بالنسبة لي اللي هي التصرفات اللي جاني من المخلفات الصناعية. آآ لو فيه عند بقى في المنطقة اللي عند السوق تجاري او فيه منطقة تجارية في المنطقة طبعا لازم ناخد دي معانا في الاعتبار. وبالده نشوف بنحسبها ازاي. آآ طبعا نفس الكلام برضو بناخده عندنا من اربعين لمية وخمسين متر وكعب لكل هكتار في اليوم. ده بالنسبة لي التصرفات آآ التجارية. آآ برضو عندنا بقى بالنسبة لكمية مياه الرشح اللي هو موضوع طبعا بتوقف طبعا آآ كمية مياه الرشح طبعا على على نوع بقى بالنسبة لنوع المواصير وبعد خط المواصير عمنسوب الماء الجوفية. كل الحاجات دي ناخدها معانا برضو في الاعتبار. بنحسبها نحسب الكلام ده ازاي لكمية من الكمية الماء اللي تيجي موضوع الانفلتريشن. الكيو انفلتريشن عبارة عن الالفة مضروبة في الدي مضروبة في الاتش قس التلتين. حيث الكيو دي نكمية مياه الرشح خلال آآ كيلو متر طولي من خط المواصير. طبعا دي بنحسبه بوحدات الليتر آآ بالآ وبالنسبة للالفة ده بيكون عندي معامل بيتراوح عندي من خمسة العشرة بناخد اقصى حاجة بالنسبة للبناخد عشرة. ودي دي بتبقى كتر بالنسبة للكتر آآ الماسورة. دي عبارة عن العمق المتوسط لخط المواصير اسفل منسوب المياه الجوفية. آآ طبعا في حالة صعوبة اللي احنا نطبق المعادلة او بالنسبة للداتا هبتكونش متوفرة بناخدها عندنا برضو بنفس الكلام. كمية الرشح بناخدها عندنا بنسبة من اربعة وعشرين لخمسة وتسعين متر مكعب في اليوم لكل ايه? لكل واحد. كيلومتر. آآ ده بالنسبة لمين? بالنسبة لموضوع آآ موضوع كمية المائة الرشح اللي تيجي نتيجة مين? اي انفلتريشح بيحصل عندي. آآ كده او تبكلينا باش وانسين اللي هي آآ موضوع او موضوع كمية المطر. نحسبها قدامنا من اللاقة قدام حضراتكم ديا. اللي هي الكيورين بتبقى عبارة عن السي مضروبة في الاي مضروبة في الاي. حيصو الكيورين دي عبارة عن كمية مية المطر. بالنسبة لي اللي ازلناها السبعة. السي ديان بيبقى عندي معامل فائد لمية المطر وبناخده من الجدوء اللي هنبينه آآ بعد شوية. والاي ديان بتبقى عندي او كسافة سقوط من المطر بتكون عندي بتكون بواحدة مليمتر بير اور. والاي ديان المساحة اللي بيقضمها عندي الخط التاعة. كده يبقى احنا آآ تانوالنا مع بعض آآ المصادر المختلفة لي مية الصرف الصحي. اتعلننا ببعض ازاي نقدر نحسب بالنسبة لي تصرفات المياه الصرف الصحي المنزلي. قلنا عندنا الكيو نتيجة الكلام ده بتكون عندي من ثمانية من عشر تسعة من عشر من الكيو افريتش. وتعلننا ازاي نقدر نحسب الكيو افريتش. انا بشوف عندي عدد السكان بتاع المنطقة اللي عندها والمدينة. وابده اضربه في عندي في الوطة الكونسامشة اللي هنا بجيب الكيو افريتش. وبعد كده اعمل لها عملية تخفيض. آآ بنسبة من عشر عشر في المية عشان في عندي نتيجة الفاضج اللي بيحصل عندي خلال الشبكة. آآ في عندي تصرفات عندي. قلنا الكلام ده هنقسم الحاجتين. قلنا في عندنا دراي ويذر في لو. وفيه هنقسم الكلام ده بنقضل السهلاجات بدون اضافة مية المطر. وابقونا هنقسمه الحاجتين اللي هي المينموم دراي ويذر في لو. وتعليمنا زي نزارة سومة بقى. وابقونا في عندنا المكسمم ويذر في لو. وكان فيه عندي علاق طيل. وبنشوف الاكبر منه وبنبدأ نقضه ونشتغل به. آآ في عندنا بقى التصرفات نتيجة المية الصرف الصناعي. واحنا قلنا شوندسين اللي احنا بناخدها عندنا لو مش متحدث بالنسبة لنوع المصنع هناك كميات وقديية فبناخدها عندنا بنسبة من المساحة اللي عندي بناخدها من 40 ل 80 متر ومكعب لكل هتار في اليوم. ده بالنسبة لموضوع الصرف الصناعي لو في عندي آآ منطقة غريقة وحاجة بناخدها عندنا برضو تنسبة للمساحة تكون من 40 ل 150 متر ومكعب لكل هتار في اليوم. آآ آآ لو مش عندي داتا عندي متوفرة بناخدها عندنا 24 ل 95 متر ومكعب في اليوم لكل واحد كيلو متر. لو عندي في داتا بناخد عندنا الالفة مضربة في الدي في الاتش والسو ثلاثين. وانا طبعا الالفة عبارة عن ايه? ده معاملت. وانا هنضب عشرة. هو الدي ده اللي هو بالنسبة لنا كان القطر بتاع الخط بتاعه القطر المصورة بتاعتي. والاتش طبعا ده ادعونك بتاع الخط لخط الموسير اسفل ايه الماية اه طبعا ده بالنسبة ليه اخر حاجة كان بالنسبة لنا كمية مياه المطر للكورين عبارة ان عندنا السي مضربة في الاي مضربة في في الاي. آآ بعد كده بقى نشوف عندنا آآ الكسافات السكانية المستخدمة عندنا لما نجي نقدر عندنا عادة السكان المتوقع. آآ ده طبعا دي كسافة سكانية آآ لو عندي كسافة سكانية آآ لو عيدة السكن عندي بتكون بالليه الدرجة اولى بناخدها عندنا عشرة فرض لكل هكتار. نفس الكلام جميعنا جبناه من الكود المصري. آآ الفلات لو عندي فلات من الدرجة التانية بتكون من تلاتين لستين فرض لكل هكتار. آآ نفس الكلام برضو لو عمارات سكانية متوسطة وهكذا لو عندي منطقة تجارية او منطقة صناعية. نشوف بقى موضوع اللي هي معامل فائد اللي هو مية المطر اللي احنا بنقدر نحسي اللي عشان نقدر نحسي بالنسبة لنا كمية الامطار المتاحة بالنسبة لي. آآ معامل السي دي انا يا بشوالدسين ده آآ بالنسبة لي لو عندنا ان هو السطح بتاعي اللي بنزل على المطر كان الاسطح والشوارع مرصوفة جيدة بناخده من آآ آآ بوينت آآ سيفن الى بوينت نايف فايف لو كانت عندي التربة العادية آآ والشوارع بتاعتها مش مرصوفة بناخده من واحد من عشرة بناخده من بتاعة المستوية بناخده من ثلاثة من عشرة ل خمسة من عشرة لو كانت عندي المنطقة السكنية دا الجبلية بناخده برضو من خمسة من عشرة لسبة عشرة لو كانت المنطقة اللي عندي منطقة صناعات خفيفة بناخد عندنا من خمسة وخمسين في المية للخمسة وستين في المية. لو كانت عندنا منطقة صناعات تقيلة بناخد عندنا من ستة من عشرة لتمانية من عشرة. ده عشان احدد بنزمنا مين حدد كمية المطر وبنفتكر مع بعض اقولنا بنحدد كمية المطر ازاي? اقولنا الكيورين عبارة عن مضروبة في مضروبة في ماضروبة في حيث دي للمساحة المغضومة بتاعتي اللي بيهدم الخط. بعد كده بعد انشوف عندنا التصرفات التصميمية للخطوط شبكات التجميع هنقسم عندنا الكلام ده لحاجتين شبكة صرف المنفصلة وشبكة صرف مشتركة باختصار شبكة صرف المنفصلة اللي أنا بعمل بالنسبة لي المخلفات المنزلية والمخلفات الصناعية والمخلفات التجارية لوحدها وشبكة فيه شبكة أخرى لاستقبال مياه الأمطار ده من اختصار موضوع شبكة مين الشبكة المنفصل بنعمل الكلام ده لو فيه المنطقة اللي عندي فيها كمية مطر كبيرة أو المنطقة بتبدأ تعتمد اعتماد كبيرة على مونات المطر في موضوع الرأي أو التستخدمات المختلفة لو فيه عندي بقى زي موجود عندنا في مصر شبكة الصرف المشتركة دي طبعا شبكة بتشمل كل المخلفات السائلة سواء كانت عندي مخلفات منزلية مخلفات صناعية مخلفات تجارية إلى اضافة طبعا إلى مية المطر التصرفات بقى التصميمية لخطوط الشبكة للصرف المنفصلة في حالة عندي المواسير للنحضار لو كانت عندي بقطر أقل من 700 مليمتر بنبدأ ناخدها الكيو ديزاين بتبقى عبارة عن كيو ماكسام دراي ويذر في لو زائد عندي مين زائد الكيو نتيجة مين انفلتاج بعد كده هنصمم عندنا المصورة اللي هي بتكون 30 ممتلة يعني الدي عد دي بتكون عندنا كام بتساوي 30 اللي هو عندنا النسبة اللي امتلةها بشوان دي سي بتكون 30 نفتكر مع بعض في المواسير بتاعة المياه الشرب لما كنا بنجي نصممها بنصممها عندنا اللي هي بتكون ممتلئة تماما وبتكون نفس الكلام برضو لكن بالنسبة لي هنا المواسير بتاعة الصرف الصحي بتكون عندنا بتكون بالنسبة مش تكون ما بتكونش ممتلئة تماما بتكون مسلا 30 او نص او 3 اربع وطفر يعني في النهاية بتكونش ممتلئة تماما وبتكون برضو ما بتكونش ده بالنسبة مين المواسير للحضار. آآ بنتصمم على اللي هتكون ما سورة عندي تلتين ممتلة ومن راعي اللي مبقلش التصرف عندي عن كام السورة عندي عن كام عن خمسة وسبعين مية متر آآ نفس الكلام برضو هنا آآ في حالة اللي وجود او عدم وجود مية بناخد عندنا اللي هي بتكون تساوي في حالة طبعا الخطوط اللي هي المجمعات اللي هي بتكون اكتر اكبر من آآ سبعمائة مليمتر في الحالة دي بيبقى عندي اللي هي بتبقى عن كيو ماكسوم دراي وزار طبعا احنا اتكلمنا قلنا عن كيو ماكسوم دراي وزار فلو زائد مين زائد كيو بنصمم عندنا اللي هي تكون من صورة تلتة اربعة ممتلئة دي عندي بتكون هبارة عن تلتة اربعة او خمسة من مية وبالراعي طبعا عندنا اللي السرعة عندي بتقيه بتقلش عن واحد متر برسكة وطبعا بنضيف مين بنضيف كمية المطر وميات مياه مين بنضيف مياه الرشاة طيب آآ ده بنقز بقى للشبكة المنفاصلة بالنسبة بقى المشتركة اللي هي بتشمل بقى المطر وكل المخلفات بالنسبة لي السائلة بنشوف هنبدأ نشوف ازاي طبعا اول حاجة بنضيف عندنا كمية المطر وكمية مياه المطر وكمية مياه الرشاة والراعي القاتي في حالة طبعا موسير الانحضار بقدر اندي اقل من تصممت مليمتر هنصممها كالتقالي الكيو دوزين هتكون بتساوي عند الكيو ماكسام دراي وزار فلو زائد الكيو من الكيو انفلتلاشا هنصمم عندنا التصميم عندنا بكل منصورة طبعا نصف نصف ممتلئة وبالراعي عندنا اللي متقلش عنده السرعة عن كام عن باينت سكس متر بار ساكن ومنضيف عندنا مات المطر هتكون عند الكيو دوزين عبارة عن الكيو ماكسام دراي وزار فلو زائد الكيو رين زائد الكيو مين الكيو انفلتلاشا لما عندنا باش هنديسين بالراعي عندنا هما يكون اكثر تصرف جاف هو بيكون عند اكثر تصرف يومي خلال مين شهور الشتاء زي ما احنا اتكلمنا قبل كده وبالراعي عندنا اللي هات بكل منصورة تلتين ممتلئة والصورة عندي ما بتقلش عن كام عن باينت سبين فايف متر بار ساكن بالنسبة لي التصرفات التصميمية لخطوط شبكة الصرف المشتركة في حالة طبعا ادنى تصرف جاف خلال شهور الشتاء بيكون عندي الكيو ديزاين بتقابرة عن الكيو مينمام دراي وزار فلو وبرده بالراعي اللي عندي ما بتقلش الصورة عندي عن باينت فايف متر بار ساكن بالنسبة لي التصرفات ده في حالة خطوط المجمعات اللي هي اكتر اكبر من سبعمائة ملي متر طبعا بناخد في الاعتبار طبعا عندنا الكيو ديزاين بتبقى عبارة عن الكيو مكسيوم دراي وزار فلو زايد مين زايد الكيورين طبعا بنصمم عندنا اللي تكون المصورة عندي تلتين ممتلعة وبنضيف عندنا طبعا مياه المطر ومياه مين الرش اللي كانت عندي موجودة والكيو ديزاين طبعا هتشمل كل الحاجات اللي هي كيو مكسيوم دراي وزار فلو زايد الكيورين زايد كيو مين هنصمم طبعا عندنا المصورة اللي هي بتكون عندنا تلات تربع ممتلعة والراع ايضا برضو كل الصورة عندي ما بتزيدش عن كام. اصوري ما بتقلش عن ايه عن واحد متر. اه في حالة ادنى تصرف جاف طبعا نفس الكلام اللي هي تبقى كيو منوم دراي وزر في الوقت. اه اتمنى اياه كده احنا اتكلمنا عندنا على المصادر المختلفة لمياه الصرف الصحي وتعلمنا ازاي نقدر نحسب الكيو بتاعت اه كل حاجة من الحاجات ديان عشان بعد اكده نقدر بنشوف الكيو نزيل واحنا قلنا عندنا بنصمم عندنا المواسير عندنا متكونش ممتلئة تماما ممكن تكون اه تلتين ممتلئة او تلت اربع ممتلئة او نصفة ممتلئة في النهاية متكونش ممتلئة تماما وانا عندنا المواسير بتاعت الصرف الصحي بتكون عندنا اه بتكون انظر جرافت بكده يكون اه وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا اتمنى يكون الشرح سهل وبسيط وموجز ونلتقي دوما على خير في فيديوهات قاطمة ودمتم دائما بخير السلام عليكم دوما على خير السلام عليكم شكرا